هو أن الفقر انخفض في مناطق ولكن حافظ على النسبة مرتفعة في مناطق أخرى مثلاً المنطقة تافيللت المنطقة تافيللت الآن النسبة بقى مرتفعة لأنها تتقرب 15 مئة ومثل قوله 15 مئة بمعنى كأنه ذلك الشيء التي تعمل من ألفين لا أصل إلى هذا لذلك خاصة نوع الاجتهاد في الدراسات واذا الأمر يتعلق بالفقر النقدي لا أعتقد أنه بالنسبة لتافيلة المشكلة يتعلق بالفقر النقدي أنا أعتقد أن يتعلق بالفقر المتعد الأباد التي يمكن أن تكون فيه الطرق يكون فيه المواصلات البنية التحتية البنية التحتية يكون فيه التعليم يكون فيه تمدروس مستويات الخدمات نوعها طبيعتها هذه أسئلة تطرح ولكن إذا شاهدنا بشكل عام السنوات الأخيرة يمكننا نقول على أن اليوم إذا تجاوزنا الأرقام المندوبية يمكننا نقول اليوم أنه المعدال الفقر المطلق في المغرب هو فقط 4% وفي هذه الحالة 4% سيكون المغرب ربما مباشرة بعد دول خليج ولبنان يعني من دوله في المستوى العربي سيقدر نحطه في المستوى السابعة تقريبا هكذا السابعة الثامنة وهذا أعتقد أنه معدل يعني معدل إيجابي إلى شفناه في الحالة التي كان فيها الفقر لا ننسوش عن الفقر في المغرب يعني في كانت دكية جدا واليوم نشاهدنا في فاس أنه الدول الإفريقية كثيرة جاءت تطلب الاستفادة من المبادرة ديال المغرب لأنها فيها دكاء لأنه بزيب ديال الدول تتحاول تتقاوم الفقر يعني كل دول تتعمل محاولة